لما نتكلم على حتة النفسية اللي بيتميز بيها يورجين تلوب لما باجي أقول على مسيماني بقى وقد إيه؟ حتة دي بنت قوي بدري يعني لما نتكلم كابتن عادل أنه مباراة أمبي أو المباراة المسيماني في الدوري مع نادي الأهلي كان بين قوي تطور على اللعيبة زي ما بنقول أنه بين قوي أنه ده تطور نفسي قبل أي حاجة يعني اللعيبة دي ظهرت بشكل كويس قوي الرجل عارف يتعامل معهم نفسين من أول يوم شفت الموضوع ده إزاي؟ هو طبعا خلينا نتفق أن نادي الأهلي يعني أي حد في قارة أفريقيا بيحلم أنه يدرب النادي الأهلي فنتيجة فرصة المسيماني وفرصة صعبة خليباك فرصة مش سهلة حاجة مش سهلة والوقت طبعا والوقت هو شاف الفرقة قبل كده شاف الفرقة كتير وهو بلعب النادي الأهلي قبل كده وكسب وخسر مرشوات يعني موجود في القارة يعني مش حد بعيد يعني مش يجيب حد من أوروبا لسه هيقعد يدرس الفرقة وأنه هو يشوف اللعيبة إذا كان بقى شمال أفريقيا أو جنوب أفريقيا ليهم طريقة مختلفة شوية في التعامل مش زي أوروبا هم شوية احنا ميلين شوية الأمريكا اللاتينية زي البرازيل والأرجنتين طبعا مع فرق الكواليتي زي البرتغال زي أسبانيا من أوروبا دول بالذات يعني الكواليتي بتاعت اللعيبة مختلق يعني في الاتجاه ده اللعيبة شوية بتبقى محتاجة نفس التعامل لو جينا بوصلنا نفس للناس اللي نجحت في مصر كتير هتلاقي معظمهم برتغاليين برازيليين هم دول أكتر ناس نجحوا في مصر كان في مدرسة الألمانية في الأول التسعينات دي كانت نجحة برضو وفي آخر التمانينات كانت فيها نجاح ولكن ما بعد ذلك المدارس البرتغال البرازيل مع الأهلي مع الزمالك مع كل الأندية تلاقي إن هم دول اللي بينجحوا أكتر طبيعة متشابهة شوية زي ما اتفقنا مع فرق الكواليتي ولكن الطبيعة واحدة طبيعا أن الناس شعب بيحب الكورة وشعب دايما ميال الكورة فالطبيعة واحدة المسيماني قدر يدخل بسرعة في الفرق مع فرق كويسة مع عناصر كويسة جدا كان عنده أنا بالنسبة لي هو كان محظوظ أنه هو جي في وقت كان فيه مدرم مش مركز فهو جي في وقت لما يركز تركيز شوية 40-50% في فبان الشكل على الفرق عايزو لي حاجة كنت عايزة أقولك لو قفنا عند الحتة دي بقى إنه هو كل الظروف هي بالنسبة لفايلر في الفترة الأخيرة ومسيماني إيه من وجهة نظرك الاختلاف يعني دلوقتي إحنا بنشوف مع مسيماني فيه تطور فنيا كمان بالنسبة لفريق على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي فيه دلوقتي استحواز بشكل كبير فيه الفريق بيطلع على المرمى بشكل أكبر كل ده اختلافات حصلت وأكتر كمان حضرتك تقول لنا عليها أكتر شايف الاختلافات دي كانت إزاي حصلت إزاي الاختلافات لها كذا نقطة مدرسة مختلفة مدرسة كرة يعني كرة شوية بتتمتع بالمهارة كرة الجنوب أفريقيا لو اتفرقتي حياتك على كل جنوب أفريقيا تليم بيلعبوا كرة كويسة في سرعة في الأداء في مهارة فده شوية مناسب لنا شوية المهارة اللعيب المصري شوية بيحتاج بيعايز حتة زي دي تتسابله يتحرك فيها فيدر مدرسة مختلفة فيدر منظم اللعب يلعب لعب مباشر ممكن يكون التفاصيل عنده قليلة شوية موسيماني عن تفاصيل أكتر اشتغل عليها فالمدرسة مختلفتين فالطبيعي حتى لو الاتنين نجحين ما نقدرش ننكر نجاح فيدر في البداية ولكن حتى النجاح اللي كان في البداية الأرقام غير موسيماني أرقام فيدر في البداية ليها علاقة باللعب الطويل شوية كان فيه لعب طويل كتير لعب مباشر كتير الاستحواز كان كتير أولا لكن كمل بسات كمل تمريرات يعني ممكن نعمل الاستحواز ب350 باس في المباراة تمريرة وممكن نعمل الاستحواز ب500 وحاجة فيه فرق بين الاتنين فيه فرق كبير بين الاتنين فيه معدلات الجاري وفيه حاجة كتير جدا فيه الكورة البيانية التي بتلعب في المباراة لما العدد التمريرات بيزيد طبيعي التمريرات البيانية المهمة الحاجات اللي فيها مفاتيح أو الحاجات اللي فيها الأسست كمان بتزيد أكتر فده كان فرق برضو بين لصالح موسيماني فيلر كان لعبه شوية مباشر الفترة الأخيرة لفايلر كان بعد الكورونا هو دماغه ما كانتش ما كانتش بنفس التركيز اللي كان موجود قبل الكورونا دماغه انشغلت شوية هو كان ممكن يكونها قليان عشان أسرته فبرضو لما تلاقي حد حابب قاعدني يبقى موجود غير لما هيديك انطبعه أحسن غير لما يكون حد موجود بس هو يعني حاسني فيه حاجة نقصة حاسني هو مش مبسوط قوي حاسني هو فيه حاجة نقصة الأمور دي مختلفة يعني حتى لو أنا 8 من 10 وحياتك 10 من 10 وانت مش مركزة وانا مركز هتلاقيني أنا عديت هتلاقيي أنا وصلت للمرحلة أعلى مني فده الموسماني كان محظوظ فيه شوية أنه هو جي بعد فترة ما كانش فيها تركيز قوي من المدير فني كان بايلر ما كانش فيه تركيز بأكتر جهد عنده فلما جيش تغل فيه شغل بان رجع شوية هوية النادي الأهلي في الحتة اللي احنا متعودين عليها لاستحواز بعد التمرير الكتير مش استحواز بس ترجمة نانسي قنقر